يمكن تكون سمعت أن الصيام يساعد في إزالة السموم لكن من وين تأتي هالسموم اللي الكل يتكلم عنها؟ معظم الوقت لما أسأل هالسؤال الناس يتحيرون في الجواب إذا ما تعرف مصادر سمومك شون تقدر توقفها؟ فما هي مصادر السموم عندك؟ خلا نشوف البيئة اللي حوالينك فيه التلوث ودخان السيارات في الخارج بس حتى داخل المنزل فيه المبيدات الحشرية ورائحة الصبغ بعض الأحيان وحتى المنظفات المنزلية وفيه بعض السموم في الاستخدامات الخاصة مثل العطورات والكريمات الغير طبيعية حتى معجون الأسنان اللي فيه فلورايد يكون فيه نوع من السموم وإذا تنظر بعد إلى السموم اللي تيننا من الأكل الكافين مثلا من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية من الأكلات الحيوانية خاصة الغير عضوية منها أو حتى المواد الحافظة والألوان اللي في الأكل كلها تعتبر أنواع من السموم عشان تخلي الصيام يساعدك في التخلص من هالسموم لازم أولاً تعرف مصادرها وتحاول توقفها أو على أقل توقف اللي تقدر عليه كأنك قاعد تنظف البيت عشان تنظف الغبار لازم أولاً تسكر الشباك وبعدين تنظف أعرف سمومك عشان توقفها ويساعدك الصيام في التخلص منها هذه كان رأيي والقرار قرارك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر